عقد سامح شكري ونظراءه الأردني والعراقي أيمن الصفدي وفؤاد حسين اجتماعا تشاوريا في إطار آلية التعاون الثلاثية وخلال الاجتماع جدد شكري تأكيد على الموقف المصري الثابت بدعم استقرار العراق والأردن ضد أيات محاولات للنيل منهما وأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي وتطرق الاجتماع أيضا إلى تأكيد على أهمية دخول المشروعات المشتركة المتفق عليها إلى حيث التنفيذ في أقرب وقت والاجتماع تناول أيضا آخر المستجدات المتعلقة بجهود مصر لتوصل الوقف لإطلاق النار في قطاع غزة مع التجديد على الموقف المصري الداعي للإنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية وكذا التحذير من مغبة تصعيد الجانب الإسرائيلي على المنطقة